بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسعب أجمعين أما بعد الحديث 189 عن عمر بن عاص رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين سيامنا وسيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم إخوة الإسلام والإيمان ما أنت تاريخ الإسلام كايتهاي صدحية طبعا كي بشي سيدي ذات شعبان سانة كون أفربو غلافرتاني أفرس المركانا وفخصا شانتي بشي الصدحات سانة كلبادا كون لباتاني الصدحات وحنو كتري كتاب كينا ناو مقعد الري المنتخبه من صحيح السنة النبوية غيب تيس اللبات أو كساب سناء فضائل الرمضان وإحكامه رمضان كايفوهاي ديسي يحكام تيس وحنو مريني فضل السحور يو تأكيد استحبابه سحور تفضل إليه ده إيو سيدا اللواءت كي أدلوغا مارته شرع ذنو بوريس ما تعوانو حنكاري غينا من فوايد السحور تحقيق المخالفة اليهود والنصارى فوايد سحورت إليه ده وإبادانته وحاكم إذا إن لغو حقيقين هي اليهود ونصارى داخل هفكوذا حياليس ده نائمان دون تنصوص أما حديث كما ماانتا نكو قادا دونو إن إني إهل كتابكو إينا سحورتان إذن إنك أنا مسلمين تاوحن نلوبن نييي بل نلوسو نييي إنا نسحورتان إذن من فوايد السحوري سحورت فوايد يذا وحاكم إذا تحقيق مخالفة اليهود والنصارى يهودي النصارى أما إهل كتابكو خلافكوذا إلا خلافو إهل كتابكو حقيقتان كيذا وحاكم حقيقتانا يا سعورتا حديث كينا المانتا وحا سوى صارى علماء ومسلم كتاب كيسا صحيحا من حديث عمري بن عاصر رضي الله تعالى أنه وارضاه حديث كوابان ويان لكن فإذا أذو قيمة بظن أي حديث كم حنبارسايا نبقى نبحود عليه الصلاة والسلام فصل ما بين سيامنا صون كان نغا مارتي وحكا لا سارى يوى سيام أهل الكتاب كتاب كيهوذي النصارى صون كوضاء وحا كالفرقين هاي كالسوع أكلة السحاري سحورتا عنيتان كذا أكلة السحاري أكلة السحاري بفضح الهمزة الآخرية أكلة السحاري اللي يأكلة السحار اللي بالفضح يوى بيت ضمن لبضوا أكلة السحاري هاداتر هذا بالفضح الآخري دي ومراوي هالمر أضح سؤاد عنتيوي هاداد أكلة أتر هذين وهاللغموي وحا كالفرقين وحا كالفرقين اللغماء هاللغموت قادتيوي حديث كان نبقى حول عليه الصلاة والسلام مسلمين تهدا من هاي صون كان نغا إيهل كتابك صون كوضاء وحا كالساري ألغوكا لقرتوا سحورتا عنيتان كذاوي كاذب؟ سحورتا من الفضحه الحسن كار غدا الحسن Ambassador الحسن أنت أصمان الحسن للحسن وهذا الخبر . سيد عصوصون كوضاء ها إننا قال لكن وأنه لو بنهي إلا فجر كأكتس قبل دولوع الفجر بأنه لو بنهي المكسادر تدعو لماذا وخصوصيوي إلهي سبحانه وتعالى وكو خاسي إليه ومدن نامي محمد يفضائش خاسك إليه هاي صحورته عنيتان كيدا كميدا إذن وقارن مهيما إذن وخصوصيوي خصوصيوي خاسياء ومدن نامي محمد يخاسكو تاي صحورته ومخالفه ويان يهود إلي النصارد لو حقيتين هاي إلا خلافه وانا مقصد من مقصد شرعه إن كميدا يهود إلي النصارد إلا خلافه واتمييز إيكا للسوعتان صونك مسلمين تيصونك أهل كتابك وهلوكا لقارنة وصحورته وي صادرت سحورته مسها لنو أخي في الله وأختي في المهارة في العقيدة يانت أيا لسنين وحبظا هاته إنها انت شار ديمون إنها تسوك عذي قبل الفجر إنها تسوك عذي أذانك قبل ديمة إنتو صادعين ولو كلاس بيان الله كدك وحون وحون كبو أذيكو حقيتين هاي السنة يهدي كيس رعيتان كيس أذو حقيتين هاي صونك هاي يصونك هلو كتابك إن لك إنه تكال السعودي أذو حقيتين هاي إن الماركتاي السنة النبي عليه الصلاة والسلام أدكود لقنتي أذو حقيتين هاي إن اليهود أدخلافتي النصارد أدخلافتي إنتا صردن بعضو سماين هاي إنها سحورتها تكودة داشي أيا اللوبة هاي فصل ما بين سيامنا سوم كارنaga يهو سيامي أهل كتاب أهل كتابكا سوم كوضي كارنaga واحة كلاسار هاي كلافصلين هاي كلاسوع هاي أكلتو ساحاري سحورتو عنتان كيذوي واه سحور عنيد إذن سحورتو فضائشا يفوائد دا بضان أيلايدا هاي وحاكميدا فوائد دا مخالفة اليهود والنصار يهوذي النصارة خلاف كوضا أيالو حقيقية نبقوا أنت يشتريع هذا النبق أحاديث بضان ماكو سارورتي يهوذي النصارة يعني سونكا ما صحورتان ينكو صحورتا يهوذي النصارة تتمها إلا أن ما مرصدها إلا أن مرصدها تتمها بدل هذه الرئيين إلا أن مرصدها وهكذا وحيا بضان ماكو ساروري إذن إخوتي في الله ما كارنت أصوار مهمة إلهي سبحانه وتعالى محمد يسلنا بأسماء الحسنة والصفات العلا إنو حقا نتوسو نهوني رزاقة حقا رعيتان كيسا لبقى النقضاء ير ير يرا أيان ربيئنا نبرارو تشيو مدوا حديث كيني أنو شلق هذا نوسبت ذهاق لفظ بانقراء الكيسا أيان ما ارتخل ديوكو سابسناء فإن الله هو ملائكته يسلون على المتصحرين متصحرين مين كوهان كتاقي ماركا قاب كلان القراء ماركا على التصحرين ماركا متصحرين ماركا ميم كاسا تكدر لكن أخرسكا لغا دريم أخرسكا لغا وقفو حق ماركا إيا قرال أخرسكا ماركو مغلو أساقا ماركا ديوما نقضاء ذاقل اللبات ماركا بعض الإخوة يسو حديرين ووسرين كي يدبادا هاتشوغا وحي يقول هن قروب هن حديث تكدرو أغلب كوذو وغروب حق ويان حديث حديث ماركا هو البر واحد البر كو حديث ماركا هو البر لبا حديث ماركا هو البر سادح حديث ماركا ماركا البر أفر إلى تتبال لغارع وكذlichen الروب Enterprise ويطب وكذل و priced وهنات ويطب ـ mardi غروب ولكن الت Het befDr المخ كور و وحان عاني هينو وحسوه قيلين كراما جرت قوفكا مركان قروبكا قيليو قوفكا ساو ميشي ساوود عيسا وحا صوبة حدا بيد دادكي قاركو الأفريكات شوغي قروبكا قوفكو وقاركي انتا داذا كوشرتا لنبرهضو ديبو قاركي قاربا لنبرهضي وسرينكا مرايكا يوروب يو لنبرهضي مركو آركو انتو لنبرهضا لنبركاد دورتو أيو قوفكي اسكت جابينو وعي وفكي بو وعايا مركا وعو الربين مركا ادو وعقابكو الربين وحايدون تاهاتو ادو حلل بغالكا كسامينها مركا دادباه كسو دعوه دادباه لنبرهضا عندي كسوقاتي قروبكا مركا ويدينينا هل كسان كسوقاته نبيدين مركا قروبكا اخي في الله واختي في العقيدة وقروب دعوه دعوه ذا يحديدكا ان لسو قلي بسا لو تلق لي لو قمتلك قالين مقصدك لأي وحكا لقوفك انو قروبكا وصوق له قروبكا نعيدانا انا يوحسوا قلنكر تمالي قوفكوا انو يلاذو المارتين تواني اسودر لنبركا قروبكا اقدر حديثكا الرباء يددكو ساسا ووصوق دارا انو قوفكو سواعد سادو ويلاذ حديثكا نبانا اقدر اذا قوفكي النوع عاصا ايا حديثكا نبانا اقدر انتو يلان قدري انو قابكا لأي وحكا لأي فالانا في عينين انو اقصدك سادو ساحمه ارنتاس قوفك ارنتاسا مييا ولالوها دي مرض ما دعوية دي سواء عليان ادل لصو حرير دي لمبركو دان لهي سوسيا ستو سانو اهل ايا وانكني اللي تقرينها يا مركا دي بدا منو موسو قليكارو مركا ارنتاسا ان شاء الله وطعالها لقد دالو ماشا دعوية الدين يا وحسو شيغينا لما اقلو قوفكو انو هدفكالي وحياوكا لقد احراتسادو ومارتو ماشي لانبردين توفيريو لمركا مراي كان ايكي كندا يكير مارتين را يوروب واسرين كان لمرهدو انتو رهاتسادو ايه غير كود بمركا او هالكا قوفكي وكلا حجيرو وحجينا وزوروهن مقوف دو مراه ماما ننبا ماننبا مقوف دالنيارا مقوف وينبا واربو سكينو انتلافو ونسكا كراعو ماركا واحد ساعة موارين تاسم قال اسكيلاليو إلينا سبحانه وتعالى حق هانا تصو هانا ارزاق عقرها ايتان كيسا هالمر بحديث كلف دي كيسا هانا اخرنا ياه الحديث مية وتسعة وثمانون عن عمر بن عاصن رضي الله عنه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين السيامنا والسيام اهل الكتاب اكلة السحري رواه مسلم هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته